أهلا بكم أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت أنها حققت تقدما مهما ضد مواقع حفتر في محوري عينزارة وواد الربيع جنوب العاصمة الليبية ترابس وأضافت أنها دمرت ثلاثة آليات مسلحة بينها مدرعة إماراتية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من جانب آخر نشرت وزارة تاخلية حكومة الوفاق الليبية صورا للأضرار التي لحقت مركز شرطة النجدة بمدينة غريان جنوب ترابلوس جراء تعرضه لقصف بطائرة إماراتية مسيرة الأيام الماضية وذكرت الوزارة بأن مثل هذه التصرفات ليست الأولى من نوعها التي ترتكبها ما وصفتها بالميليشيات المدعومة من دول خارجية وطالبت وزارة الداخلية الليبية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تلك الجرائم وكان عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني قد أكد في اتصال هاتفي مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند أكد على رغبة الليبيين في المنطقة الغربية في أن يروا نهاية للهجوم على ترابلوس وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تشارك الليبيين في هذا الهدف وإن العملية السياسية الشاملة فقط هي التي يمكن أن تحقق السلام والاستقرار في ليبيا وأضاف أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على استعداد للعمل مع رئيس بلدية الزنتان لمعالجة التحديات التي تواجهها البلدين وتعتبر الزنتان أكبر قوة عسكرية في الجبل الغربي جنوب غرب ترابلوس الذي يدعم مجلسها العسكري الحكومة الشرعية وكذلك مجلسها البلدية ومعظم نوابها وأعضائها في مجلسي النواب والدولة ومكوناتها الاجتماعية وكان رئيس برلمان طبرق عقيل صالح قد التقى قاد بارزين بقوات خليفة حفتر في اجتماع كان لافتا غياب الأخير عنه وقال مجلس نواب طبرق في بيان عبر صفحتي على فيسبوك إن صالح التقى بمدينة القبة كل من عبد الرازق الناطوري وسقر الجروشي ومحمد السنوسي وخير التميمي وأضاف المجلس أن المذكورين تقدموا بالتهنياء لصالح بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأطلعوه على مستجدات الأوضاع الميدانية وآخر التطورات العسكرية في كفة أنحاء البلاد ويأتي غياب حفتر عن هذا الاجتماع في ظل خلاف المستمر مع قيل الصالح منذ إعلان مجلس نواب طبرق في الخامس والعشرين من مايو الجاري رغضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا وإسقاط الاتفاق السياسي لعام الفين وخمسة عشر من جانب آخر قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكم قالت أن الطائرات الحربية الروسية التي وصلت إلى ليبيا حطت في قاعدة الجفر الجوية وأضاف المتحدث باسم أفريكم لمراسل الجزيرة أن أربع عشرة طائرة من نوع ميغ تزودت بالوقود قرب طبرق قبل وصولها إلى الجفر هذا وأكدت فرنسا أن روسيا تولت جلب مقاتلين سوريين لدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربها ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية وحذرت من تكرار سيناريو سوريا في ليبيا وقال وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان إن حكومة الوفاق الوطني مدعومة من تركيا تجلب للأراضي الليبية مقاتلين سوريين بعداد كبير بآلاف عدة وأضاف لودريان في تصريحات له أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في المجلس الشيوخ الفرنسي من جهة أخرى يفعل حفتر الأمر نفسه ويحصل ولكن بدرجة أقل لأن عدد القوات أقل هناك روسيا التي تجلب بدورها مقاتلين سوريين لدعم معسكر حفتر حسب تصريحات وزير الخارجية الفرنسي وفي السياق ذاته جدت المستشارة الألمانية أنجلا ماركل دعوتها لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المحادثات السياسية من أجل التوصل إلى تسوية وقالت ماركل في كلمة متعلقة بالسياسة الخارجية ألقتها في مؤسسة كونراند أديناور بالعاصمة برلين قالت إن التطورات في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة تظهر أن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد شرط التزام الأطراف بخطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الأمم المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضة من جانبها عبدت الأمم المتحدة قلقها البارغ إزاء الأنباء الوردة من ليبيا بشأن تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة على طرفي النزاع الدائر في هذا البلد مناشدة الدول احترام الحضر الأممي المفروض على إرسال أسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب أهلية طاحنة وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوغاريك قال للصحفيين نتابع بقلق بالغ التقارير الأخيرة بشأن تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمتزقة دعماً لطرفي النزاع الليبي لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد أو إنكار ذلك ما نعرفه هو أنه على مدى الأسبع والأشهر الماضية شهدنا تدفقاً للأشخاص وللعتاد إلى ليبيا مما أدى إلى زيادة العنف وزيادة القتال ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من الجنود ولا تحتاج إلى مزيد من الطائرات بدون طيار ولا تحتاج إلى مزيد من الطائرات الحربية ما تحتاجه هو السلام وهو ما ينادي به الشعب الليبي وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري قال إن قوات حكومة الوفاق ستضطروا لاقتحام مدينة ترهونة إذا بقي من وصفهم بالمجرمين فيها وأشار إلى أن هناك تواصلاً مع الأهالي لتسليم المدينة تجنباً للسفك الدماء طبعاً هذا أمر يعود إلى الأهالي ترهونة والقوات المتواجدة في ترهونة في تواصلات ربما يتم التسليم مع إخراج المجرمين هذه هي الحل الوحيد لكن إذا بقي المجرمين في ترهونة فنحن للأسف سيكون اقتحام بالقوة وهذا أمر سيكون مكلف وأضف المشري أن الإمارات ترى في ليبيا منافساً اقتصادياً وأنها لن ترضى بأن توجد في ليبيا دولة مستقرة ديمقراطية معرباً عن خشاته من أن يمتد تأثير الإمارات إلى دول أخرى الإمارات لن ترضى على قيام أي دولة في ليبيا مهما كان الإمارات ترى في ليبيا منافس اقتصادي إقامة دولة مستقرة في ليبيا إقامة مواني في سرط أو غير ذلك يجعل الإمارات بصراحة تتراجع إلى ما قبل الخمسينات القرن الماضي وبالتالي نحن نعتقد أن الإمارات لن ترضى بأي حال من الأحوال على وجود أي دولة مستقرة ديمقراطية في ليبيا وهذا المشروع الإماراتي للأسف في كل دول الربيع العربي وليس في ليبيا فقط ونخشى من امتداده أيضاً إلى جرائنا للآخرين بمناقشة الأوضاع في ليبيا نضم إليه عبر سكايب السيدة أمن مطير عضو المجلس للدولة في ليبيا ورحبوا بها كمان نضم إليه عبر سكايب من جينيف السيد بلال سلامة الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة ورحبوا به وأبدأ مع السيدة أمن مطير سيدة أمن مطير استمعت إلى كل هذه الأخبار أبدأ معك بالخبر الأخير الحديث عن ما قاله السيد المشري ودور الإمارات وأن الإمارات لا تريد لليبيا أن تكون دولة مستقرة ديمقراطية بسبب ربما رغبة الإمارات في السيطرة على المواني في ليبيا كيف هو تعليقك على هذا الكلام أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفى على أحد أن ليبيا تتمتع بشاطئ كبير جداً جداً وهذا الشاطئ هو من عرض ليبيا لهذه الابتسازات ونحن نعلم جيداً أن الإمارات لها شركات تشتغل في شركات نفطية تشتغل في ليبيا وهذه الشركات عليها تجاوزات كبيرة جداً ويشوبها الفساد في ملف النفط الليبي ولكن عندما ننظر إلى المواني والإمارات نشطة في هذا الموضوع وتريد استثمار هذا الموضوع ليس لغرض الاستثمار وإنما لغرض تقليص الدول الأخرى كما فعلت بها الصومال وأريتريا تقريباً وهو أوقفت هذه المواني لكي تشتغل جبل علي على هذه الأمور نحن خصوصاً الأنطقة الممتدة في الوسط وهي من مدينة سيرت ومصراتة وهي كان في السابق هناك من يحاول أخذ هذه المنطقة لجعلها سوق حرة وإعطائها لفرد واحد في حكومة علي زيدان بالتحديد يعطاها لفرد واحد لقيام بهذا الأمر وطبعاً نحن كأعضاء مدينة سيرت رفضنا هذا الأمر وطلبنا أن إذا يراد من مدينة سيرت أو مدينة سيرت أن تكون سوق حرة يجب أن تكون يعني يطرح هذا الأمر للاستثمار الدولي وليس لاستثمار فرد فقط هذا الأمر لا يخطى على أحد الإمارات تريد أن تهيمن على هذه المواني وعلى هذه الأماكن للأسف هذا ما جعلنا نواجه حرب دروس عندما أوقفت الإمارات عن فعل ما تريد تجهت إلى الاتجاه الآخر وهو دعم شخص عسكري أسير عسكري سابق وطبعا في القانون العسكري الليبي هذا الشخص لا يحق له قيادة الجيش الليبي ولا يحق له الدخول ضمن المنظومة العسكرية باعتبار أن كل أسير تصدق عنه الأسية العسكرية أرادت أرادت دعمه ودعمه بماذا؟ أرجو أن تبقي معي سيدة أمن مطير ننظر للتصرحات المشاركة الألمانية تريد السلام وتوصل لحل سياسي في ليبيا فرنسا تتحدث عن الدور الروسي والمرتزقة من جميع الأطراف بل تؤكد أن هناك مرتزقة مع حفتر الأمم المتحدة لديها قلق بارغ إذا كانت كل الأطراف الدولية ترى أن الحل السياسي ضروري في ليبيا فلماذا لا يكون هناك موقف حازم وحاسم للمجتمع الدولي في مواجهة من يتدخل في الشأن اللي؟ نعم التطورات في ليبيا متسارعة في الفترة الأخيرة وهذا انعكس بشكل واضح على التصريحات السياسية وحتى المبادرات وبعض التواصلات على الأرض لكن الإشكالية فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والمبادرات الدولية أن المجتمع الدولي هو منقسم أصلا على نفسه فيما يتعلق بالمسألة الليبية التصريحات التي تخرج من ألمانيا تصب في سياق والتصريحات الفرنسية التي أدلى بها وزير الخارجية أو سابقا المسؤولين الفرنسيين هي في سياق آخر وهذا متعلق أصلا بانقسام الاتحاد الأوروبي على نفسه فيما يتعلق في المسألة الليبية لكن أعتقد أن التطورات الأخيرة المتسارعة على الأرض من انكسار حفتر بداية في المنطقة الغربية وتقدم قوات حكومة الوفاق ومن ثم منعكس ذلك على الخلافات الداخلية والشرق العميق الذي بدأ يزداد بين عقيلة صالح ومعسكر حفتر بشكل عام في الشرق الليبي ومن ثم إرسال روسيا لطائرات حربية من سوريا إلى ليبيا وتصريح القيادة الأمريكية في أفريقيا فيما يتعلق بوصول هذه الطائرات يشير بشكل واضح لأن هنا التغيرات السياسية على الأرض وتخوف بعض الأطراف الدولية وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي من تحول الأزمة في ليبيا إلى أزمة بنيوية وخروجها عن السيطرة خاصة مع تراجع دور أدول الاتحاد الأوروبي في التأثير في هذه الأزمة يدفعهم نحو الحديث عن ضرورة العودة إلى السياق السياسي وضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار والعملية السياسية بالنسبة لتصريحات ميركل هي متصقة مع الموقف الألماني والذي دعا إلى عقد مؤتمر برلين الذي استضافته لتعزيز العملية السياسية بالتعاون مع الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا ما عطل المساعد الدولية سابقا هو أن هناك أطراف دولية كانت تستثمر في حفتر وتعتقد أنه قادر على إحداث تغيير على الأرض ميداني وعلى حسم المعركة عسكريا وعلى رأسها فرنسا بين دول الاتحاد الأوروبي التغييرات الحاصلة الآن على الأرض وانكسار حفتر ووضوح أنه تبين أنه غير قادر على حسم العملية عسكريا على الأرض سوف يدفع كافة الأطراف وتحديدا فرنسا لتغيير موقفها بشكل تدريجي بطبيعة الحال وتصريحات وزير الخارجية أنه سوف يتواصل أيضا مع وزير الخارجي الإيطالي يشير إلى أن فرنسا تحاول الآن الخروج من المأزق الذي تعيشه بعد الاستثمار بحفتر الذي انكسرت شوكته على الأرض وأنا أيضا أريد سيد بلال سليمة نعم سيد بلال سليمة هل يمكن لفرنسا في حديث لودريان في حديث لودريان تحدث عن حفتر وحكومة الوفاق وروسيا وتحدث عن جميع الأطراف لكنه لم يتحدث عن الدور الفرنسي وتدخل فرنسا في الشأن الليبي في رأيك لماذا لا تراجع فرنسا موقفها تجاه ليبيا وتخرج من ليبيا نعم تصريحات وزير الخارجي الفرنسي هو إنجاز التعبير كلام حق ريدة به باطل هو تحدث عن سورانة سوريا وتحويل الأزمة في ليبيا إلى أزمة تشبه الأزمة السورية وفي الحقيقة إذا كاننا سوف نصل إلى تعقيد أكثر للأزمة الليبية وتحويلها إلى سوريا أخرى هذا يعود بشكل رئيسي إلى أن هناك أطراف دولية وإقليمية حاولت الاستثمار في حفتر والالتفاف على إرادة الشعب الليبي وتعطيل كل محاولات الحل السياسي وبالتالي تصريحات وزير الخارجي الفرنسي هو كلام حق أريد به باطل فرنسا هي التي استثمرت في حفتر وهي التي تقوم بدعم مشروعه وهي التي أيضا تقوم بإرسال عفوا تقوم بإسناد مشروعه الذي يستند بداية أصلا على المرتزقة الذين جاء بهم حفتر سواء من التشاد ومن السودان وبعد ذلك الآن الحديث عن المرتزقة الروس منذ سنة تقريبا وأيضا الآن يتحدث عن المرتزقة أو المقاتلين الذين يستجلبهم حفتر من سوريا لكن كما أشارتم وكما قلت قبل قليل هو تصريحاته كلام حق أريد به باطل ويعبر عن حالة الأزمة ومحاولة الخروج من الحرج الذي تقع به برأس الآن سيد بلال سليمة الباحث في قسم السياسة الخارجية مركز سيتا بأنقر أشكرك شكرا جزيلا وأعود إلى السيدة أمنى مطير سيدة أمنى مطير أرجو أن تعلقي على المكالمة التي تمت بين عمدة الزنتان السيد مصطفى البروني وأيضا السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلند الحديث هل في هذه المكالمة دعم لموقف حكومة الوفاق أعتقد من وجهة نظري أن لا يحق لعميد الزنتان أو لا يحق للسفير الأمريكي بالاتصال بأي عميد بلدية اتصال مباشر بدون الاتجاه للبروتوكولات الدولية وهو الوزارة الخارجية مباشرة ولكن إذا نتكلم على هذه المكالمة نعم تصب في دعم حكومة الوفاق الآن لن تستطيع أمريكا دعم أي طرف آخر إلا حكومة الوفاق ولن تستطيع لأنها الآن تواجهها خطر أكبر وهو خطر انتشار الروس داخل ليبيا وخطر تمدد الروس وحفتر داخل ليبيا فلهذا حكومة الوفاق الآن تدعمها الحكومة الأمريكية بشدة طرق بعدما اتضح لها فشل حفتر ميدانيا وفشل في السيطرة على مدينة طرابلس وهو وعدهم بثلاثة شهور فقط والآن لدينا أكثر من سنة ونصف وحفتر يقاتل على أسوار مدينة طرابلس ولم يستطيع دخولها بل مؤمنية بهزيمة ساحقة مع أن روسيا دعمته بأرتال عديدة من المقاتلين الروس وكذلك دعم بأرتال عديدة من الجنجاويد والآن نجده خاسر هذه المعركة فلهذا أمريكا لابد أن تقف مع حكومة الوفاق نعم أرجو أن تبقى معي سيدة أمين مطير ننضم إلى العبر هاتف من موسكو المحلل السياسي الروسي الدكتور ريوانيد سوكيانين أرحب به سيد سوكيانين الحديث مرة أخرى عن الموقف الروسي من ليبيا واليوم أفريكم أو المتحدث باسم أفريكم القوى الأمريكية العسكرية في إفريقيا يتحدث أنه 14 طائرة من نوع ميج تزودت بالوقود قرب طبرق قبل وصولها إلى الجفرة وبالتالي لماذا تصر روسيا على التدخل في ليبيا وهذه المرة ليس فقط بالمرتزقة بل بطائرات عسكرية بصراحة القول أنا لا ست أعلق القضية بالنسبة للطائرات الروسية وبالنسبة لهذا القضية أنا يمكن أن أعلق الموقف الرسمي للقيادة الروسية وهذا الموقف يتمثل في ضرورة في ضرورة الإيجاد الحل السلمي لهذا الأسبب بمشاركة كافة القوة السياسية داخل سوريا وبمشاركة الدول الأوروبية وغيرها مما تجلى بشكل واضح في المتمر في شهر يناير الماضي وقبل ذلك المقابلة في موسكو ها هو الموقف الروسي الموقف الروسي المعلن رسميا أما بالنسبة للطائرات وغيرها يمكن نناقش هذا القضية ولكن معا بنسبة للمشاركة القوات المصلحة تركية في الأحداث في ليبيا وكذلك الأصلحة الإماراتية المستعملة في ليبيا لما أعتقد أنه هذا المناقش هذا طريق مزدود المناقش البناء هي مناقش كيفية وقف طاقة الناس في ليبيا وإسناف وإحياء عن حوام الليبي بمساعدة دولية يتعبد بطريق نحو الإجاد الحل السلم لهذا السلام نعم سيد سوكينين أسألك أيضا عن الموقف الفرنسي السيد لوريان جان لوريان وزير الخارجية الفرنسي أكد في كلمة لو أن هناك مرتزقة روس موجودين في ليبيا وأن روسيا من تجرب هؤلاء المرتزقة سواء كانوا روس أو سوريين أيضا أريد تعليق منك على هذا يجب يجب التوجيه هذا السؤال لوزير خارجية الفرنسي بصراحة القول قبل كل شي كما سبق لأن قلت أنه من ضروري تعاون الدولي في الجهود الرانية نحو الإيجاد الحل السلمي إذا كانت هناك المرتزقة من روسيا أو من تركيا أو من الشاد أو من السودان أو الأسرحة الأجنبية تستعمل في ليبيا هذا هو نتيجة تبعية للكارثة التي بدأت من تدخل الناتو والفرنسا كذلك والأمريكا في الأحداث في ليبيا قبل عشر سنوات تقريبا هذه كانت البداية بدون إهمالا لهذه البداية كيف يمكن نحن نحل كيفية وقف طاقة النار وكيفية تحويل النزاع والحرب الأهلية في ليبيا إلى الحوار وإيجاد المستقبل السلمي بما يستجيب المصالح الليبيين كلهم جميعا على هذا الأساس من الضروري أن لا نركز على الاتهامات المتبادلة بين روسيا وبين تركيا وبين فرنسا ولكن يجب تركيز على الجهود المشترقة نحو في سبيل إيجاد السلم لهذا الأزمة شكرا شكرا سيد اليوني سوكي المحل السياس الروسي شكرا جزيلا لك هذه تسريحات لفضل عن جهة من الجهات هناك تسريحات الروسية وتركية وغيرا هناك حكومة الوفاق هناك الجيش الأليبي وغيرها هذا هو المناقشات العالمية التي لا قيمة لها القيمة قبل كل شيء تكمن في الجهود الجدية البناء في سبيل وقف طاقة النار وإيجاد المعالج السلمي لهذا السيد السيد ليونيد سوكيانين المحلل السياسي الروسي أشكرك شكرا جزيلا وأعتقد أنت كما قلت الجهود البناء أن تتوقف كل الأطراف التي تتدخل في ليبيا عن التدخل في شأن ليبيا الداخلي أيضا أشكر ضيفتي عبر السيدة أمنم طير عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا شكرا جزيلا نستكمل المسايا